وصلت بعثة الاهل مطار القاهرة فجر اليوم عائدة من السعودية بعد انتهاء مشاركة المارد الاحمر في مباراة السوبر الافريقي ويبدأ الاهل لاستعداد لمباراته ضد المصري بعد يوم غد الثلاثاء في افتتاح مبارياته بمسابقة الدور الممتاز يفتقد فريق الاهل لجهود لاعبه حسين الشحات في مواجهة المصر البورسعيدي المقبلة في الدوري بسبب عقوبة الايقاف وقررت رابطة الاندية ايقاف حسين الشحات مبارتين وتغريبه عشرين الف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات انطر فريق ناشئي الاهلي موليد الفين وثمانية شباك اسوان بتسعة اهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية بهذا الفوز رفع اهلي الفين وثمانية رصيده الى ستة نقاط من الفوز في مبارتين على التوالي حقق فريق الاهلي لكرة اليد سيدات فوزا كبيرا على فريق البنك الاهلي بنتيجة ثلاث واربعين نقطة مقابل ستة عشر ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة والتي اقيمت على صالة الامير عبدالله الفيصل بمقر نادي في الجزيرة قدم الفريق عرضا قويا خلال المباراة التي شهدت تألق لاعبات الفريق في الدفاع والهجوم قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيالة رود فيتوريا اقامة معسكر داخلي في اطار الاستعداد لمبارتي جيبوتي وسيرياليون في تصفيات كأس العالم من المقرر ان يبدأ المعسكر في السادس من نوفمبر المقبل على يلتق المنتخب مع جيبوتي في الثالث عشر من الشهر ذاته حدد اتحاد كرة القدم يوم الثالث عشر من مارس المقبل موعدا لمباراة نهاء كأس مصر موسم الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين كما حدد يوم الثامن من نوفمبر المقبل موعدا لمباراة الزمالك وبيراميدز في قبل نهاء كأس مصر بينما تقرر اقامة مباراة الاهل وامبي في نفس الدور يوم الرابع من اكتوبر المقبل حقق منتخبنا الوطني لناشئات كرة اليد تحت سبعة عشر عاما فوزا كبيرا على نظيره المغربي باربعين نقطة مقابل اثنتين عشر ضمن المجموعة الثانية من بطولة افريقيا المقامة في تونس احتفل نادي ليفر بول بمساهمة النجم المصري محمد صلاح باكثر من 200 هدف في الدور الانجليزي الممتاز بعدما قاد فريقه الى الفوز المثير على وولفر هامتون بثلاثة اهداف لهدف كما نشر الحساب صورة لمحمد صلاح خلال مسيراته مع ليفر بول اكد الارجنتيني بوكتيني ومدرب تشيلسي انه غير قلق بشأن وضعية فريقه في جدول ترتيب الدور الانجليزي التعادل السلبي مع بورلموت رغم ان فريقه تشيلسي يحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب تعرض فريق انترنيام الامريكي لهزيمة ثقيلة امام اتلانتا يونايتيد بخمسة اهداف في المباراة التي شهدت غياب النجم الارجنتين ليونيل ميسي ضمن منافسات الدور الامريكي لكرة القدم اظهر فريق اولمبيك مارسيليا الفرنسي تضامنه مع ضحايا كارثتي المغرب وليبيا بارتداء قميص يحمل شعار دولتين خلال مواجهة الفريق امام تولوز واشار الحساب الرسمي لمارسيليا الى انه سيتم بيع تلك القمصان عقب المباراة على يتم التبرع بعائداتها لاحدى المنظمات المنوطة بمساعدة المتضررين في الدولتين